في موضة جديدة كده انا مش عارفها جديدة ولا لا بس انا انا شفتها مؤخرا يعني الحيطان اللي بتبقى بتتغطى كلها باخشاب كده او زي شرائح كده وبيعملوا وراها كمان اضغاط فما بين الشرائح دي بتطلع كده زي دوق بسيط او سوفت لايف شكلها فضيع بيبقى بيحطوها وقات ورا السلائر في قوض النوم ووقات في الليفينج مظبوط انا كنت ناوي برضا اتكلم مع هارف في الموضوع دوت تمام لان التعامل مع الحوائط لي الف او ممكن اكتر يعني ممكن مليون وسيلة لالتعامل بسيط دي جديدة مش كده ده موجود الكلام ده موجود مع بداية غزو حاجة اسمها اضاءة الليد الليد لايت تمام ودخلها في البيوت انا مش بتكلم عن الليد لايت كلام بات انا بتكلم على مثل تيوبز او بالزبط فابتدينا النهاردة ده بيكسر فعلا حدة الملل ان انا لو عندي الحيطان بتاعة الغرفة كلها باللون الابيض او باللون فاتح انا بلعب بالالوان او سوري بلعب بالاضواء لان اللون زي ما احنا اتفقنا اللون لو ادهن به مثلا حيطة او ادهن به قطعة من القطع الاساس بقى لون ملموس لكن انا ممكن احصل على اللون عن طريق الدوء وزي ما حضرك قلتي باستخدام الليد تمام فدي بتلعب دور هايل جدا في العملية الديكور وعملية التصميم يعني حديك توصد انه بتحصل على اللون بالاضاقة يعني لون النور اللي طالع من اللمبة هو اللي ممكن يديني احساس انه لون الاودة كذا بالزبط بالزبط وانا ممكن بقى اتواقم مع المعضوات ده وده اللي هو اللي كنت برضو اتكلم فيها النورة ما يعملش نوع من انواع الرتابة او من انواع الملل ان انا ممكن كل شهر انا بغير في الديكور بتاع بيتي بغيره عن طريق تغيير الضوء او تغيير الاضاءة يعني اللمبات التيوبز بتاعت الليد او التكنيك بتاع اضاءة الليد بيبقى في بعض اللمبات او التيوبز اللي هي بيتغير يعني لها 12 درجة مثلا لون او 24 درجة لون تمام فانا ممكن كل شهر انا بستخدم تون معين من الالوان فهتلاقيني انا قاعد باستمرار في نوع من انواع التنوع وانواع الفرايتي طب أنا مش برضو في مصرح أو في ستيجي إن أنا كل شوية بعمل إضاءة أحمل أخضر أزرق طب فهو بيبقى لون واحد أنا بختار السوفت بتاعه برضو فيه بيبقى بعض المفاتيح الكهربائية زي الديمرز والكلام دوت اللي هي بتتحكم في التونالة بتاع الدوق وقوته أو ضعف الدوق إحنا معنا صور كده دي 11 طبعا دي مساحة كبيرة تمام الحيطة بقى اللي ورد كنبة كبيرة دي طحفة بصي الحيطة دي في منطقة البساطة هو كل القصة إحنا عملنا ليبل تاني من الحيطة عن طريق استخدام خمس مهل جيبسون بورد أوكي أو يعني دي المربع البني اللي عليل تبلو ده بره الحيطة ده بره الحيطة مبني أوكي مش مبني هو فيه جيبسون بورد جيبسون بورد أوكي مش مكلف النهاردة وميزة الجيبسون بورد إن أنا لو عايز أغيره أو عايز أشيله بمنتهى السهولة بتشغل ومنتهى السهولة بأعمل قطع تانية غيره بقى فيه جيبسون بورد كمان بتتبعها جهزة يعني الشيتات جهزة بالزبط كل معناه إن إحنا بنعمل عملية توصيل ما بينها وما بين بعضها بحيث أن نحصل على شكل يعني أنا ممكن أنا أقسم المساحة بتاعة الستوديو هنا معنا هي مساحة كبيرة أنا ممكن أقسمها الأربع أو خمس واضع عن طريق حوائط الجيبسون بورد دي بورد بقى كانوا لازم يبنوا حيطة بقى ويعملوا وقرارات بنا وقرارات عدم وغيره غير كده ممكن برضو أنا بستفيد منها إن أنا عندي مساحة كبيرة ومش مستغلة المساحة دي فأنا بقسم الأودة لجزئين ممكن جزء يبقى للأطفال غرفة معيشة ليهم وجزء أنا ليه كليبنجروم مثلا الأسرة بتاعتي فيه تقنيات وفيه تكنولوجي جديد نزل دي زي الحل بتتكلم عنه يعني الحيطة اللي عليها التليفاجن دي أسمى الأودة نصين بالزبط مخفية أو الإضاءة زي ما بتكلم عليها زمان اللي هي الإضاءة السحرية أو المسحورة في السقفة هنا من فوق بشها كان بيسموها زمان استطارة نور حاجة كده بيتسمى استطارة نور أو إضاءة مخفية أو بيت النور حاجات زي جدا المسمى مهما اختلف لكن بالتكنيك هو هو واحد ده بنتكلم برضو عن حاجة بسيطة إن إحنا ممكن نستغل المساحات اللي عندنا في الليفينجون إن أنا نعمل في الكورنر حاجة مكتبة زي كده حط عليها الأكساسوري حط عليها فوتو فريم نفس الحال هنا برضو أنا ممكن أستخدم عناصر الخشبية إن أنا أعمل مكتبة بطريقة شيك وفي نفس الوقت بتاخدش عندي مساحة نفس الحال هنا برضو زي ما بنتكلم